موسيقى موسيقى في الذكرى الثالثة لاغتيال الشداد هل كان اغتياله ضمن مخطط للتخلص من القيادات الوطنية؟ وماذا يعني اغتيال شقيقه سالم في ثاني أيام اغتياله؟ هل يزال الجيش الوطني ينضي بالرؤية ذاتها التي قدم عبد الرب الشداد حياته بثبيلها؟ موسيقى أهلا بكم عبد الرب الشداد الاسم الذي ارتبط بالجمهورية الثانية بمعركة خالدة لليمنيين عنوانها إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة ارتبط بالزمن الجمهوري في الألفية الثالثة وبالمكان الجمهوري مأرب والثرواح والجبال التي كانت على التماس مع الميليشيا الإمامية يتذكر اليمنيون كلماته الخالدة ورؤيته لبناء الجيش الوطني بعيدا عن الولاءات ما قبل وطنية جهوية كانت أو مذهبية أو ولاءات عائلية حولت عقيدة الجيش من عقيدة جمهورية وطنية إلى ولاء شخصي فارغ المضمون وفارغ التضحية أيضا تم استهداف الشداد هو وقيادة المحور إلى جانبه وتم الاغتيال بشكل دقيق للغاية هي حادثة تشير إلى أن الأمر تم بشكل يخلو من العشوائية وفق خطة محكمة تم العداد لها جيدا للنيل من أبرز أعمدة الجيش الجمهوري في مأرب عبد الرب الشدادي أصبح لا يذكر هذا الاسم إلا وتحضر معه مفردات الشجاعة والوطنية والقيادة اسم خلد نفسه في داكرة اليمن وكان له دور فاعل في مرحلة مفصلية من تاريخ البلد كثورة والانقلاب والحرب عرف اسم الشدادي على نطاق واسع حينما اختار الرجل الانضبام لثورة الشباب بعد أن كان ضابطا كبيرا في قوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجل صالح لم ينحز الشدادي لثورة الشعب فقط بل ذهب إلى حماية ساحة تغيير بصنعاء كجزء من الجيش المساند للثورة وفي أبريل 2015 عينه الرئيس هادي قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة فكان شوكة في حلق الانقلابيين وسدا منيعا حال دون وصولهم إلى مأرب إنه القائد الذي يتصدر الصفوف الأمامية في معارك الجيش ضد الإمامة لا من غرف العمليات والمكاتب الفارهة لا يمكن أن تسكر بلدنا ما لن يكون هناك جيش على مستوى المسؤولية كان له دور بارز في تأسيس نواة الجيش الوطني في مأرب بعيد الانقلاب والحرب وخاض مع جنوده معارك عنيفة ضد الإنقلابيين في السابع من أكتوبر 2016 قتل اللواء الشدادي في منطقة سرواح بمأرب بينما كان يقود عملية تحرير المديرية التي كانت تعارضها بعض أطراف التحالف أثر مقتل الشدادي غمضا كبيرا بين الأوساط العسكرية وأوساط المواطنين في محافظة مأرب وتناقلت مصادر إعلامية أن الرجل قتل من الخلف ولا يزال استمرار الحرب يحول دون خروج الحقيقة للناس من هذه الأرض قدم الشدادي وفيها سكب دمه ومن أجلها دفع روحه ثمنا للجمهورية والكرامة كان الشدادي من أبرز القادة الذين رسخوا دعائم الوعي الجمهوري بين صفوف الجيش الوطني في مأرب وأصبح بعد مقتله رمزا جمهوريا في وجدان كل المدافعين عن الجمهورية وصفحة بيضاء في تاريخ هذا البلد الجريح أيضا مشاهدين الكرام في هذه الحلقة سيكون معنا العميد أحمد دركم قائد شرطة النجدة في مأرب ورفيق درب الشهيد عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب وسينضم معه الكاتب والباحث عبد محمد الصبري أيضا عبر الأقمار الصناعية إذن بداية المساء الخير سيادة العميد أهلا بك وأتمنى عليك رفع صوتك أكثر سيادة العميد وأود أن تحدثنا في الذكرى الثالثة لاغتيال عبد الرب الشاد دادي ما الذي كان يمثله قائد عسكري مثله أهلا وسهلا فيكم في قناة بلقيس اليوم تمر علينا الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق عبد الرب الشاد دادي الرجل الذي ضحى بنفسه دفاعا عن الدولة والجمهورية ومقارعا لمشروع المليشيات الحوتية وانقلابها البغيط على البلاد والعباد جاء تعين عبد الرب الشاد دادي في مرحلة فارقة كان المأرب بشكل خاص والوطن بشكل عام محتاج لرجل يلملم المقاومة واليقود العملية في ظل انهيار كامل لمؤسسات الدولة ومعسكراتها في كل المحافظات وكانت مارب حاضلة قوية للمواجهة الحوثي وكان المحافظ الوحيد في ذاك المرحلة واجه عبد الرب الشاد دادي وعمل جنبا إلى جنب على الأخ المحافظ والأخوة المشايخ والقيادات العسكرية والأمنية على وجه الخصوص المأربية على لملمة الوضع والاتصدي لمليشيات الحوثي الذي حاولت بالداية من القانية أن تخترق مأرب وحصلت صد قوي وثم من الجدعان وحصلت أيضا صد قوي ثم من صرواح وكانت المقاومة تعمل على المواجهة في بعض الأماكن تخسر تارها وتنتصر تارها حتى وصلت المعركة إلى أسوار المدينة وحصلت المواجهة الأخيرة على أسوار المدينة وكان عبد الرب الشاد دادي من المشرفين والقيادات على هذه المعركة الذي مني فيها العدو والأكبر الخسائر وعمل الشاد دادي على إعادة ترتيب وضع المنطقة العسكرية الثالثة ووحداتها والحفاظ على بعض ما وجد بعد عملية النهب المنهجة التي حصلت من قبل مليشيات الحوثي لمعسكرات المنطقة الثالثة والذي كانت خاوي حقيقة من الإمكانيات والبشرية فاستثناء اللواء 14 واللواء 17 الذين كانوا قياداتها وطنيين ووقفوا إلى جانب الشرعية في عمل الشاد دادي على إعادة وضع كان منزلق ومتجه إلى الهاوية وقاتل وقارى حتى تم تحرير محافظة مأرب يعني المنطقة المحافظة المدينة حتى وصلت المعركة إلى صرواح طبعا بصحبة بعض القيادات مثل اللواء دياب القبلي وبعض القيادات اللي منهم لاستشهد ومنهم من زالي قارع المليشيات الحوثية وفي مثل هذا اليوم طبعا ووافع الأجل يعني استشهد القائد يعني في صرواح في نفس المنطقة التي استشهد فيها الرجل الجمهورية الأول المناطر الكبيرة علي عبد المغني إذن باعتبارك رفيق الشهيد لحظة تكوين الجيش والمقاومة والذي ربما ابتدأ من الصفر كما تفضلت هل لحدتنا عن بعض التفاصيل عن إصرار الشهيد في تكوين هذا الجيش عن شجاعته وإقدامه أيضا لو عبد الرب الشددي كان مقاتل لو مقاتل وقائد وإداري ورجل مرحلي يعني كان يتعامل مع الجميع كل من لم يقاتل مع المليشيات الحوثية أو يساندها أو يعمل صالحها يعني كان عامله كقوة صديقة حتى يدخل القائد وينضم إليه كان يكسب الأشخاص حتى أنه حصل بعض القيادات التي كانت معينة في ظل سيطرات الأولى المليشيات الحوثية ومن خلال سعيهم إلى السيطرة على المنطقة العسكرية الثالثة تم تعين بعض الضباط يعني وكان الشهيد رحمه الله يعرف أنه هذا ولا تم تعينهم أنهم يعملوا يعني وفق الظروف فتم احتواء هذا الناس حتى أنهم رجعوا إلى صوابهم ومنهم من أستشهد ومنهم من جروح ومنهم لا زال اليوم يقاتل كانت الوحدات فيها بعض الأسلحة وتم نهبها من قبل مليشيات الحوثية إلى مفرق الجوف وإلى بعض المناطق أمل على لملمة الوحدات هذه وأيضا وقف إلى جانب بعض الألوه التي كانت القواء البشرية تدين للمليشيات الحوثية ومن معاهم في ذلك الوقت يعني في عملية الإنقلاب وفيه الهجوم على ما ربقية المحافظات أمل على تثبيت هذه الوحدات والحفاظ على ما فيها من مقدرات مع قيادتها طبعا ونحن في الأجهزة الأمنية كان يرعانا يعني رعاية تامة ويتابعنا وكان الجانب الأمني أيضا هاجس فيهم الشهيد رحمه الله وخصال كثيرة يعني كان يلمن بكل الأمور وكان يخوض معركة بكل اتجاهاتها في كل المجالات نعم برأيك يعني كان عبد الرب الشددي رحمة الله عليه يعني من القيادات النادرة التي حضيت بإجماع شعبي ووطني أيضا برأيك ما هو سبب ذلك؟ الرجل كان مخلص مخلص القضية الوطنية يدرك خطر وحجم هذه المليشيات خطرها على اليمن وعلى المنطقة العربية كان مؤمن بالقضية وكان يقاتل المليشيات وقارعهم بداية من صعدة حتى مأرب كان الرجل صادق ورجل عسكري يعني لديه من القيادة من أساليب القيادة كان يعني يحترم الأرفع يعني في المناصب كان يعامل الناس في المواقع باحترام يعاملهم بحقوق ومساواه ويعمل كان مسخر وقته وجهده للناس المقاتلين وكل من قارع هذا المليشيات وكان يشلهم الناس جميعاً يشلهم الصغير والكبير وكان في الخطوط الأمامية يعني يقدم قبل الأفراد يعني يقطع عليهم كان هو القائد وهو المسعف هو الذي يقدم الإمداد هو الاستطلاع كان رجل نبراس في المقدمة وكان لديها من الشجاعة يعني ما أتصف يعني ما أتصف من الشجاعة كان رجل شجاع ورجل في المترس الأول وصريح لديها من الصراحة لا يجامل أحد ولا يحابي أحد على أحد يعني نعم إذن برأيك يعني سيادة العميد هل لا يزال الجيش الوطني في مأرب يمضي في ذات الرؤية التي كان يسعى إليها الشهيد عبد الرب الشددي عبد الرب الشددي رحمه الله هو رحل نعم لكن هناك مبادئ أسسها يعني وهي ثابتة وراسخة في عقل كل مقاتل ونتمنى يعني مثل ما ذكرت نتمنى أن الجميع يكتدوا في خطوات القائد وينضوا على دربه هل يعني تجد أن الجيش استطاع تحقيق انتصارات كما كان اللواء عبد الرب الشددي موجود هناك من وجد أن ربما انكسرت نوعا ما شوكت هذا الجيش بعد رحيل مؤسسه الشددي هل تجد ذلك أم أن الأمر على العكس ازدادت ربما القيم عند هذا الجيش ومحاولة تأسيس الجمهورية التي أراد لها الشددي أن تكون مرة أخرى الأبطال في قواتنا المسلحة والجيش الوطني عبد الرب رحيلة يعني ولد القناعة والشجاعة لدى الأفراد والضباط والمقاتلين بالمضيح على دربه هناك صحيح نعم يعني كان هو يتقدم الصفوف الأولى وكان هو يقود الخطوط الأمامية بنفسها وكان هناك زخم غير عادي من كل الناس يعني سواء في الجيش أو في المقاومة أو في يعني من كل المناطق كانوا يأتيوا إلى الخطوط الأمامية يعني إلى جوار الشددي لكن لا زالت القوات يعني الجيش الوطني يعني يحقق إنصارات كثيرة في بعض الأماكن وعبد الرب الشددي مثل ما قلت لك عبد الرب الشددي مشروع وطني إذن يطلق على عبد الرب الشددي أنه أيقونة الجمهورية الثانية برأيك يعني من أين استمد مثل هذا اللقب أو مؤسس الجمهورية الثانية كيف يمكن أن يعني صبغت عليه هذه الصفة الصفة هذه هذا يعني في اعتقادي يعني أنه ثورة 62 يعني والإعلان الجمهورية تم الإنقلاب عليه تم الإنقلاب على الثورة الأولى ثورة 62 وتم حاصرة منزل الرئيس وتم حاصرة الحكومة هو سيطروا على العاصمة وسيطروا على المعسكرات وسيطروا على البلاد جميعا يعني هما نفسهم الإماميين اللي ما قبل 62 فعندما ظهر رجم عبد الرب الشددي كرجل مقارع ومقاوم المشروع نفسه أطلقت عليه هذه التسمية نعم إذن يعني برأيك ما هي أهمية تخليد الرموز الوطنية والاحتفاء بوجودهم وبنضالاتهم أيضا من خلال تجسيد هذه القيم التي أسسوها في الجيش الوطني أو في تأسيس جمهورية ثانية أهمية تخليد واستحضار مثل هذه الرموز الوطنية سيادة العميد يعني أن نحتفي بالذكرى الشددي أن يظل حاضرا في ذهن الأجيال القادمة ما مدى أهمية ذلك؟ طبعا الشهيد رحمه الله القائد وغيره من الشهداء مثل القيادات اللي استشهدوا مثل اللواء علي ناصر هادي واللواء أحمد سيف المحرمي وكثير من الشهداء القادمة هذولهم رموزنا وهما قياداتنا ويجب أن يظلوا في ذاكرتنا يعني الشهيد الشددي موجود في قلب كل رجل وكل الناس أحبوه اللي يعرفه واللي ما يعرفه من المواقفة الوطنية وثوابته ومبادئة التي مشى على دربها فمثل هذولا سيظلوا خالدين وراسخين في التاريخ وفي عقول كل الناس وهميتهم هي في الجانب المعنوي والمبادئ التي يحملوها نعم إذن يعني باستشهاد الشددي ورحيله وجد الناس يعني أنهم فقدوا قيمة وطنية حقيقية ليس فقط على مستوى الجيش الوطني أو من كان تحت قيادته وإنما أيضا تأثر لرحيله البسطاء من الناس المتابعين وشعروا أنهم خسروا قامة حقيقية برأيك ما سر هذا التأثير الذي استطاعه الشددي أن يقدمه خلال فترة وجيزة يعني لم تكن سنوات طويلة يعني رغم بالتأكيد وجوده في الجيش مسبقا ولكن التأثير الحقيقي كان في فترة الانقلاب طبعا الشددي كان الرجل يتمتع بكل الصفات الحميدة يعني الإخلاق والتواضع والقرب من الناس القرب من الصغير والكبير الجنود والضباط في كل مكان كان الرجل لا يوجد لديه لا يوجد حواجز بينه وبين الجميع ما فيه أي حواجز أحيانا نحضر الاجتماعات فيه إذا كانت خارج المنطقة لمفردة يعني ونوصلها بأحنى يعني بسيارة أو كذا كان يعني رجل متواضع سر محبة الناس لها من الجانب هذا ومن الجانب الذي حمله هو الناس ضد الميليشيات الحوثي ضد الإمامة ضد عودة البلد إلى ما قبل 62 فالرجل حمل هذا الهم وعمل بكل طاقته وبكل جهده وبكل صدق وإخلاص في الخطوط الأمامية لمواجهة هذا المشروع الذي هو مشروع غالبية الشعب اليمني والذي كل مواطن يتمنى زوال هذا الميليشيا اليوم قبل غدل والفرصة لا زالت في المستقبل أمام كل من يعني حمل السلاح وكل قائد شمر سواعدة وأتجه إلى الخطوط الأمامية وحق الإنجازات سيكون علم مثل ما اللواء عبدالرب الشدادي علم نعم رحمة الله عليه وشكرا جزيلا لك العميد أحمد بركم قائد شرطة النجدة في مأرب ورفيق درب الشهيد كنت معنا عبر الأقمار الإصطناعية من مأرب وينضم معنا الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد جميح من لندن مساء الخير دكتور محمد مساء النور العاقية نعم لو تحدثنا في ذكرى استشهاد اللواء عبدالرب الشدادي ما الذي مثله الشدادي حتى وصل تأثيره إلى كل الناس ليس فقط من كانوا يطبعونه من أفراد الجيش الوطني طبعا مثل الشدادي معاني التقشية دون انتظار المقابل باختصار شديد يعني كان الرجل يسلهم الوطن كان ينظر إلى المستقبل البلاد كان ينظر أيضا إلى عبث الميليشيا ولم يكن يابه بصغائر الأشياء لم يكن يابه إلى الحافز المادي الذي يمكن أن يتحصل عليه من خلال هذا المنصب بمعنى أنه لم يستخذ منصبه مطية لتحقيق مآرب خاصة فيه الرجل كان يستدين الأموال ومعروف أنه استشهد رحمه الله وعليه مبالغ كبيرة قيمة سلاح كان يشتريه لمجنديه في الجبهة والذي جعله في الأخير يعني يذهب إلى مقدمة الصفوف في تصوري أنه لم يعد لديه خيار إلا خيار الاستشهاد لأنه وصل في المراحل الأخيرة من حياته رحمه الله إلى نوع من عدم الاطمئنانة وعدم الثقة بأنه يمكن أن تتحرك قيادات على مستوى ما هو ينيه وعلى مستوى ما يطمح إليه ففضل أن يذهب بنفسه وأن يبدأ بنفسه وأن يعني يترك الدنيا وراءها أنا أذكر على المستوى الشخصي أن بعض الذين كانوا يطالبونه ببعض الدين كانوا يرسلون إلي بعض الرسائل يطالبون بديونهم وكنت أستحي أن أكلمه وأحادثه في ذلك الشأن قبل أن يستشهد ثم بعد ذلك نعرف أن المبالغ التي كانت عليه كانت قيمة سلاح وتغذية وتجهيزات ومعدات عسكرية لمقاتله بعد ذلك أرسل لي الذي كان يتواصل معي من أجل مديونيته وهو نادم على الرسائل التي كان يرسلها أحس بأنه ربما قد يعني كيف تجرى على شكوى الشهيد الشدادي لواحد من أبناء محافظته قبل أن نقفز على هذه النقطة دكتور هل استطاعت الدولة أن تفي مع الشدادي من خلال هذه المديونيات من خلال يعني إعطائه قيمته الحقيقية خاصة أن هذه الديون كانت لأجل الدولة يعني لم تكن ديون شخصية أنا أعتقد أن كثيرا من الديون التي عليه لا تزال علي يعني بعض الديون لبعض الدائمين السجدات لكن البعض لا يزال ينتظر ومعروف أن هذه الديون ذهبت في أثمان أسلحة وعتاد عسكري لمقاتلين لكن هذه الديون يعني ربما تقضى يعني إن لم تقضى ساعتها الدكتور محمد يعني أعلم أنه ليس موضوع الحلقة ولكن أنا فجئت يعني أنت تحدثني عن هذه النقطة يعني إن لم تقضى ساعتها لرجل قدم حياته وأساس جيش وطني وكان علما حقيقيا في يعني وأيقونة للجمهورية الثانية كما يقال يعني متى ستقضى متى ستشعر الدولة بأنها يعني تفي الناس حقوقهم يعني على الأقل بعد وفاتهم طبعا هي ستقضى إذا وجدت الجيش الوطني في قياداته رجل بحجم الشدادي وبحجم رفاقهم الذين مضوا إلى الله ولم ينزلوا كثير منهم لكنهم ليسوا في مراكز قيادية عندما يستشعر هؤلاء بأن الشدادي وغير الشدادي يعني لم يضحوا بالمال ضحوا بأرواحهم ضحوا بأرواحهم والصبحية بالروح هي أغلى مراتب الصبحية وتركوا أسرهم بدون عائل تركوا أولادهم تركوا أهاليهم وتركوا ديونا كثيرة طائلة عليهم عندما نصل إلى هذا عندما تصل قيادات الجيش إلى هذا المستوى من الحسب المسؤولية ستقضى ديونا الشدادي وليس ديوناه فقط وإنما سيكرم التكريم الذي يليق به يعني يصيفني دكتور محمد أن يعني بعد غياب الشدادي هذه الفترة لم يوجد القائد الذي يمكن أن يحمل مثل هذه الرسالة وبالتالي ليس فقط على مستوى العمل العسكري وإنما أيضا على مستوى التقدم العسكري إذا لم يوجد القائد الذي تتحدث عنه أو الذي ورث سمات الشدادي وغيره فلن يكون هناك تقدم حقيقي في المجال العسكري وربما هذا أحد أسباب تأخر النصر على الإنقلاب هناك كثير على مواصفات الشدادي هناك الكثير من الذين يسيرون على دربه وخطاء لكن ليسوا في المراكز المتقدمة ليسوا في الرثب العالية في الجيش الأسف الشديد لكن أنا أعتقد أن الجيش الإيمني مليء بالكفاءات يفترض على القيادة قيادة الجيش أن تستشعر عظمة الهدف الذي ضحى من أجله الشدادي على الأقل أن تقضم عليهم بيون على الأقل أن تكرمه التكريم الذي يليق به لكن للأسف الشريط دعينا نقول بكل صراحة أن هناك في الجيش فساد كبير أن هناك فساد على مستوى التسريع على مستوى التغذية على مستوى المنتسبين الوهميين هناك مئات الآلاف نعم الأفراد الذين لا علاقة لهم نعم وهم في مجرد أسماء وهمية تذهب هذه الأسماء ومستحقاتها إلى جيوب بعض الضباط الذين يستفيدوا من هذه العائدات أو هذه العواعد كيف نتصور أن الجيش الوطني إذا فتحت هذا الجرح أختي الكريمة كيف نتصور أن هذا الجيش يمكت المجند به أكثر من ستة أشهر لا يصله راتب ثم بعد ستة أشهر يصله راتب شهر واحد أو شهرين يعني هذا غير منطقي وغير معقول والجيش الذي يصمد ويحقق انتصارها في ظل هذه الظروف هو جيش عظيم وجيش صاحب مبادئ وقيم وأخلاق والسبتان لكن للأسف الشديد القيادة كلها دعيني أقولها بكل هبوة ليست على مستوى الجرح الوطني ولا على مستوى الشداد ولا على مستوى الهم ولا على مستوى البلد يعني أبكرينا في هذه الفترة بقيادات مدنية وعسكرية لم يتمثلوا عظم التاريخ هذا البلاد حتى يسيروا على المنوان الذي سار عليه الشهيد الشداد رحمه الله نعم إذن برأيك دكتور محمد في ظل عدم تكريم الشهيد من قبل الدولة التكريم الذي يليق به ما أهمية استحضار هذه الشخصية كرمز وكعلم أيضا وطني في مثل هذه الظروف من المهم أن نذكر أن الشداد لم يكن يلسفت إلى المحبطات كانت كثيرة حوله لكنه لم يكن يعبى بها كان دائما ممتسما كان دائما على أمل كان طموحا وكان شجاعا وكان قويا وكان على ثقة بالنصر أنا أذكر أنني في أحد المرات اتصلت به وقلت له أن هناك ترتيبات لإجراء محادثات إحدى جولات المحادثات الماضية في سويسرا فقال بالحرف الواحد هؤلاء هم أهل السياسة ونحن أهل الميدان نحن لا نتحملها في الميدان والسياسة لها السياسيون بمعنى أنه لم يكن يأبى لإجراءات السياسيين رجل يرى النصر أمام عينيه يرى واجبه الوطني على الميدان فليفعل السياسة ما شاءه فليختلفوا ما شاءه فليتفاوضوا ما شاءه لكن هو يرى بأن مهمته في الميدان هي تحرير الوطن فعيدا عن ألعاب السياسة وإذا تمثل الجيش الوطني وتمثل أفراده وضباطه وهذه الروح التي تؤمن بأن العمل العسكري على الأرض ينبغي أن يسير في معزل إلى حد ما عن التواءات السياسيين فإننا يمكن أن نحاقق النصر يعني اليوم ليس مستحيلا أن ينتصر اليمنيون هناك الكثير من أمثال الشداد ليسوا في المراكز العليا كما قلت لكنهم موجودون هناك أفراد على نفس الموافقات لو أتيحت الفرصة لهم لحققوا النصر لكن أنا أعتقد أن هذه الروحة الانهزامية أو الروحة اليأسة التي يراد للجيش الوطني أن يكون عليها هي ليست روح الشداد وليست الأهداف التي أراد الشداد أن يحققها ولا أتصور أن المرابطين على الأرض الذين يرابطون في جبال صعدة الآن بدأ البرد أو يرابطون في الساحل الغربي أو يرابطون على تخوم مأرب مع صنعاء أو في نهم هؤلاء مهما قيل عنهم أو مهما حاول أن ألمدهم اللامزون إلا أنهم صفوة المجتمع اليمني لأنهم يقاتلون في عقيدة واضحة وطنية ودينية ومن أجل استعالة وطنهم ولم يلتفتوا إلى المحبطات أو المفضطات رغم أنهم كما قلت يأتي لهم في ستة أشهر راتب شهر واحد إذن شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد جميح كنت معنا عبر الهاتف من لندن وينضم معنا عبر الأقمار الإصطناعية الكاتب والباحث محمد الصبري من مقرب مساء الخير أستاذ محمد حياكم الله مساء النور أهلا بك أستاذ محمد وبداية دعنا نتحدث عن المفارقة العجيبة بين استشهاد اليوى عبد الرب الشددي وعلي عبد المغني في أشهر ذاته وفي المكان ذاته أيضا كيف يمكن قراءة هذه المفارقة في سياق تاريخ المعركة أو معركة الجمهورية؟ يبدو أن الأقدار تتوافق مع واحدية المعركة اليمنية وواحدية الثورة اليمنية مما أتى إلى هذا التوافق الجميل والتوافق العجيب الشهيد كان يحرس كل الحرص على بناء جيش وطني مؤسسي خالي من المناطقية من الطائفية هل تجد أن الجيش مازال يمضي بنفس الرؤية التي أريد لها؟ أعتقد بأن مبادئ الشتادي وأهدافه ورؤاه قد أسست لمبادئ عامة وأصبحت ثقافة أصبحت ثقافة ضمن منظومة الجيش الوطني وأعتقد أن كل ما كان يؤمن به وما كان يسعى لتحقيقه من الأهداف والطموحات الكبيرة في تأسيس الجيش الوطني ووضع القواعد الوطنية والأسس والمبادئ التي ينبني عليها أنها ستسير إلى الأمام وستتحقق خطوة خطوة مهما كان هناك من عوائق أو صعوبات نعم لكن اسمح لي أستاذ محمد ربما هذه القيمة التي نتحدث عنها يتشربها الأفراد من الجيش ونجد أن لديهم إخلاص عجيب يعني يتحدث معنا الدكتور محمد جميل قبل قليل ويتحدث عن مناضلين في ظل البرد وفي ظل الظروف الصعبة ولا يسترمون رواتب بعد خمسة ستة أشهر إلى مرة واحدة بالمقابل هناك فساد كبير في قيادة الجيش في مسألة التغذية في مسألة الأسماء الوهمية في مسألة أخذ رواتب هؤلاء المجندين الجدد مثلا يعني كيف لا تصل رسائل القادة السابقين إلى القادة الجدد كيف لا تصل هذه القيم الحقيقية خاصة في ظل ما تمر به البلاد لما نسير بنفس دائرة الفساد بنفس دائرة الظلم السابقة وكأننا في الوضع الطبيعي والبلد ليست تحت ظروف الانقلاب لا أعتقد أننا في مربع الطوارئ الذي تعيشه البلاد والحالة الحرب التي نعيشها قد يحدث بعض الحالات التي يتكلم الناس أن هناك فساد وهناك فساد يمكن هناك فساد لكنه ليس بالحجم الذي يضخم ويعظم ويكبر إلى هذا الحد الجيش يتحرك ليس له موازنة ليس له لا موازنة تشغيلية ولا مرتبات ولا إمكانات ولا دولة تسند ولا إلى آخر ومع ذلك يقاتل بأدنى الإمكانات وقد انتقل الجيش من مراحل كانت تكاد تكون معدومة وأنا ذكرت سابقا أن اللواء عبد الرب الشتادي كان لا يملك في قيادة المنطقة في مخازن قيادة المنطقة يمكن لا يتجاوز خمس أو عشر بنادق ومع ذلك الرجل استمر وقاوم وحسن في الأداء وضبط الأمور والجيش يعمل بمؤسسية وقد انتقل إلى مستويات جيدة أنا لست مع من يقول أن هناك فساد هائل وأن القيادة أغلبها فاشدة هذا كلام غير صحيح وهو كلام لا يمت إلى الحقيقة بصلة نعم لسنا في معرض الحديث عن فساد الجيش من عدمه هناك قصص يندلها الجبين في هذا الموضوع دعنا نركز حديثنا عن اللواء الشتادي وما قدمه فعليا لهذا الجيش من خلال متابعتك ومن خلال ما كتبته أيضا عن إرادة الشتادي وبنائه لهذا الجيش الوطني من اللا شيء يعني حدثنا عن هذه النقطة لو سمعت الشتادي رحمه الله نستطيع أن نقول أنه من كبار القادة الذين عملوا على تأسيس جيش وطني مؤسسي وكان يحرص جدا ونحن التقينا به أكثر من مرة وهو يحرص جدا أن يكون أفراد الجيش وضباط الجيش كلهم بعقيدة وطنية واضحة صحيحة لا يتميل ولاءاتهم ولا قناعاتهم نحو اتجاهات حزبية واتجاهات مناطقية واتجاهات قبلية كان الرجل أحرص ما يكون على أن يكون بنيان الجيش سواء في مستوياته العليا أو مستوياته الدنيا أن تكون كل مكوناته مكونات ذات بعد وطني وذات بعد جمهوري وهذا ما كان يسعى إليه ويتكلم به في كل محاضراته في كل لقاءاته في كل اجتماعاته حتى وهو يتكلم مع قادة المقاومة ويتكلم مع قادة الوجاهات الاجتماعية ومع قادة الأحزاب والرجل كان صريحا جدا يطرحها بكل وضوح لا يحابي ولا يماري ولا يداري كان يطرحها ويحرص عليها إذن إذا ما تطرقنا لبعض التفاصيل أستاذ محمد بين اغتيال سالم نجل الشهيد وصهر أيضا بعد اغتياله هل من تفسير لهذا الأمر برأيك وضحي شؤال إذا تكرمتي نعم يعني أتى اغتيال سالم نجل الشهيد وأيضا صهر بفترة متلاحقة بعدهم مباشرة يعني أحدهم في اليوم الثاني إن لم يكن معا ما هو التفسير لهذا الأمر يعني يستهدف الشتادي ثم أقاربه بصورة سريعة هل هناك تفسير لهذه الحادثة؟ الشتادي رحمة الله عليه استشهد وهو في الخطة الأماني بقذيفة مدفعية وأصيب حينها بشضية وأثناء مجلس العزاء بعد أسبوع تقريبا بالضبط كان يوم سبعة عشرة استشهد الشهيد لوع عبد الرب الشتادي وبعدها بأسبوع بالضبط استشهد الشهيد الشيخ سالم ابن قاسم الشتادي رحمه الله الشيخ سالم استشهد في مجلس العزاء بعبوة ناشفة وهذه من أعمال الأعمال الإجرامية التي يعني يمكن أن يتهم بها الطرف الآخر الذي يعني يتهم بها الطرف الآخر الذي يعني في الاتجاه الآخر نعم إذن هناك من يقول أن هناك إشكالية حقيقية في القيادات اليمنية العسكرية والسياسية أيضا يعني حين نسقد رمز معين لا نجد له البديل يعني أو العوض كما يقال عبد الرب الشتادي علي عبد المغني إبراهيم الحمدي أيضا كيف يمكن تجاوز مثل هذه النقطة برأيك يمكن تجاوزها بمزيد من التربية العسكرية المكثفة ودراسة سير هؤلاء العظماء وتدريسها وتعليمها كمناهج حسكرية تدرس للأفراد ثم نقلس يرهم واختيار النماذج النماذج القريبة إلى مثل هذه الشخصيات في تولي المناصب من الضروري جدا أن لا نختار الشخصيات الهزيلة أو الشخصيات التي عليها علامات استفهام ينبغي أن نتيح فرصة للقادة للقادة أصحاب المبادئ أصحاب الرؤى أصحاب الرأي الذي عندهم جراء في طرح رأهم القادة الذي عندهم قدرة على التغيير وإحداث نقلات نوعية للجيش وللمعارك ينبغي أن تتاح لهم الفرص حتى يبرزوا كما برز القادة الآخرون السبب أننا نكمم كثير من القادة ونمنعهم من الوصول إلى المواقع التي نكتشف فيها طاقاتهم وإمكانهم لماذا برأيك ربما الآن الوطن بحاجة إلى صناعة القادة وكثير من يتحدث عن المشكلة الحقيقية في ما يحدث الآن هو عدم وجود القائد العسكري المحنك القائد السياسي المحنك فلما لا يتاح فرصة لكثير من هؤلاء الذين تتحدث عنهم وربما ذكرهم أيضا دكتور محمد جميح بأن هناك قيادات حقيقية ولكن ليست في الواجهة أو ليست في المنصب القيادي الذي يتيح لها التحرك لا أستطيع أن أقول أن السبب هو في القيادة السياسية والسبب في القيادة العسكري لكن أحيانا يكون هناك بعض القادة يتوارى ولا يقدم نفسه بشكل جيد وأحيانا القيادة العسكريات من يتوارى اسمح لي من سيتوارى ولا يقدم نفسه بشكل جيد يعني محيط منه الصفية للقيادة القيادة معناها الإقدام معناها أن يبرز بشكل واضح أن يدير منهم تحته بشكل يعني يضع نفسه مكان القائد يعني ما فائدة أن أقول قائد يتوارى ليست منطقية يعني أليس كذلك يعني يعني كل بلدان العالم ليس بالضرورة أن يظهر رموز يعني بكثافة الرموز يظلوا دائما أعداد قليلة ويمكن لا يتجاوزوا لا يتجاوزوا يعني أعداد أصابع اليد لكننا لسنا في مرحلة عادية أستاذ محمد كرموز وحاو نعم نعم لسنا في مرحلة عادية وهذا يعني ما يؤكد هذا المعنى أنه ما دمنا نحن في مرحلة عادية فبرز النماذج يبقى يمكن أقل مما يبرزون في المراحل الأخرى يعني لا أوافقك رأي في هذه النقطة يفترض في مرحلة حرب في مرحلة مواجهة لعدو ليس فقط عدو سهل هو عدو لجمهورية عدو لمبدأ عدو لفكرة هوية يمنية حقيقية يعني يفترض حين يعني نفقد قائد أن نصنع قادة جدد يعني لا أن نظل يعني دون قيادة حقيقية دون استشعار للمسؤولية إذن لو تحدثنا عن أهمية إحياء ذكرى أنا أقول نو أنا أقول فضل أقول بأن القادة الموجودون لا يقلوا يعني عن إمكانات وقدرات الشهيد اللواء عبد الرب الشتادي أنا لو ذكرت لك قائمة من الأسماء يعني في التوصف العسكري لا يقلوا شجاعة ولا يقلوا خبرة ولا يقلوا حنكة لكن رمزية الرجل لها دللتها وبعدها القادة الذي قادوا المعارك من بعده سواء كانوا موجودين في جبهات أخرى وموجودين في نفس الجبهة لكن اسمحي أستاذ محمد أعتقد أنه لا يقلوا أبدا بروز بروز القائد الشتادي لم يكن فقط بمجرد استشهاده شعرنا أن هناك قائد فقدناه ما شاء الله الرجل كان حاضرا منذ أول وهلة اسمه كان يتردد منذ أول وهلة لذلك شعر الجميع بفاجعة رحيلة وفاجعة فقدانها يعني ليس فقط من هم تحت قيادته الجميع استشعر ذلك وشعرنا بنحبة كبيرة لرحيلة هذا دليل على أنه استطاع أن يصنع أثرهم منذ أول وهلة يعني من تتحدث عنهم أنا لا أشكك بقدرات أحد ولكن لا يوجد لهم أثر حقيقي على مستوى المعركة على مستوى الوجود على مستوى الحضور كما ذكرت لك الشتادي شخصية استثنائية وقائد بمستوى وبحجم وطن والرجل استطاع في مراحله الأولى وحتى مراحله النهائية رغم أنه بروزك كان في فترة الانقلاب وما بعدها لكنه له تاريخ عميق جدا وطويل وتاريخ يعني كبير من النضال والكفاح وهو بارز في حياته منذ النشأة لكن هذا لا يعني أن نقلل في القيادات الأخرى نعم أنا لا أقلل منهم على العكس يعني مجرد وجودهم في الميدان هذا شرف كبير يعني نعتز به وهم على رؤوسنا بطبيعة الحال لكن أود أن أسألك أيضا في ختم هذه الحلقة ما أهمية إحياء مثل هؤلاء الرموز في نفوس الجيش الوطني وفي نفوس أيضا الناس المتابعين ومن يعيشون ظروف هذه الحرب كل بلدان العالم لابد أن تحترم رموزها وتحترم شهداءها ويظلهم الوقود الدائم الذي يحيي في نفوس الأبناء الشعب ونفوس المقاتلين والضباط وفي نفوس الجيش يظلهم الوقود والدينمو والمحرك الذي يعطي الناس الطاقة الكافية لاستكمال المسير في الطريق كل بلدان العالم تحتم بقادتها وتحتم برموزها وتصنع لهم أصنام وتألف كتب عنهم وتدرس شيرهم للطلاب والأبناء وبالتالي لابد أن نحتم بقادتنا وشهدائنا هم تاج رؤوسنا وهم الطاقة التي نأخذ منها الروح المتدفقة التي تدفع بالناس إلى استكمال الطريق شكرا جزيلا لك أسان محمد الصبري الكاتب والباهز كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب ورحمة الله على اللواء الشدادي وعلى كل من قدم روحه وفداء لهذا الوطن شكرا لكم أيضا مشاهدنا الكرام لحسن متابعتكم أن ألتقيكم في مساء يمني جديد كنوا برعاية الله وأمنه اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر